في إنجاز دولي جديد لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذي يستمد ركائزه من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تسلم سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة شهدت الاعتماد الدولي للمساكن المجتمعية والتي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية وبهذه المناسبة أشهد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أشهد بالتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة مشيرا إلى توجيهات سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالعمل على إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين للعودة تدريجيا والاندماجي في المجتمع كما ثمن دعم واهتمام معالي وزير الداخلية بمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذي يعتبر أحد مبادرات لخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيام المواطنة بحريننا وحرص معالي على تنفيذ البرامج والمشاريع الهدفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة وأوضح أن الإدارة نالت شهادة الاعتماد بعد اجتيازها للأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد ما يعكس احترافية الأداء وجودة العمل في البرنامج وأضاف مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بأنه تم تدريب منتسبي إدارة العقوبات البديلة للتدقيق على آليات العمل في برنامج السجون المفتوحة لتأكيد تناسبها مع المعايير الدولية حيث حصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد في أقصر فترة تدقيق على المعايير والتي تتبعها المنظمة ضمن فعاليات معرض الرابطة الإصلاحية الأمريكية في واشنطن تسلم الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة شهادة الاعتمادية الدولية للمساكن المجتمعية الخاصة بالسجون المفتوحة في إطار سعي مملكة البحرين لتطوير منظومة العدالة الجنائية يشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وطبعا إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العاهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على هذا الإنجاز ما لنغنى عن توجيهات سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المؤقر وأيضا أود أن أشكر معالي السفير سيدي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على دعمه مملكة البحرين دائما سباغة ولله الحمد أصبحت اليوم أول جهة خارج الولايات المتحدة الأمريكية لتنال شهادة الاعتماد من الجمعية الإصلاحية الأمريكية وطبعا ذلك أتى خلال معايير دولية ورفيعة المستوى كان تحدي ونحب التحدي الحمد لله اجتزنا هذه المرحلة ولكن الآن هناك تحدي آخر وهو المحافظة على هذه المستوى وأصبحت مملكة البحرين بذلك أول دولة في العالم خارج الولايات المتحدة تحصل على هذه الشهادة وفي هذا الصدد تتعاون مملكة البحرين مع الرابطة الإصلاحية الأمريكية التي أبدأ أعضاؤها إعجابا شديدا بالتوجه البحريني إنه لمن المذهل أن البحرين بدأت في الحصول على الاعتماد لمشروع السجون المفتوحة وهذا يجعلنا جميعا أولا صادقين وثانيا توجيه طرق التعامل مع السجون والسجون المفتوحة وأعتقد أن هذا مذهل بالفعل إن الوصول إلى مرحلة الاعتماد هو نجاح بحدي ذاته إنه أمر رائع حقا ما استطاعوا تحقيقه في وقت قصير جدا نحن في الجمعية الإصلاحية الأمريكية في حالة إعجاب كبير بكيفية استعدادهم لتطوير سياساتهم المتعلقة بطرق التعامل مع فرص إعادة الدمج والتي يمكن الاقتداء بها حول العالم وتقوم فكرة السجون المفتوحة والعقوبات البديلة التي تسعى مملكة البحرين لتطبيقها على منح المزيد من الحقوق لنزلاء السجون توافقا مع المعايير الحقوقية العالمية وباتجاه تطوير منظومة العدالة الجنائية في المملكة خطوة رائدة جديدة لمملكة البحرين باتجاه الإعلاء من قيمة حقوق الإنسان تأتي في إطار عملية إصلاح شاملة لنظام السجون والعقوبات تقودها القيادة السياسية ووزارة الداخلية البحرينية رامي جبر تلفزيون مملكة البحرين واشنطن